ايران انتهى مئة وجهة ليس وجه واحد ماذا فعل قاسم سليماني دكتور عبد الرحيم اشرت الى قاسم سليماني ما الذي فعله بالتحديد نصر كل فئة ثانية اعطى اصلها كل فئة ثانية المجاهدون كانوا يذهبون الى افغانستان من خارج البلد من خارج ايران يأتون الى مطار طهران اهله سهلا بالمجاهدين مرحبا بالمجاهدين يقدم اسموه لامريكا من هنا اهله سهلا يقدم اسموه لامريكا هذا وحد اوقضت الفتن اوقضت الحروب في داخل افغانستان بين المجاهدين والان سوف تفعل ذلك الان ايران تستعمل لغة هذه مع طالبان ولكن مخططها الجهنمية ماشية ربما لم تسمع لي جيدا بكرة عبد الرحيم مخطط ايران قبل 23 سنة الخطة الخمسينية ليران الخطة الخمسينية ايران تقول دول اطرافنا كلها وهبية يجب ان ندمر هذه الدول من الداخل ندمر هذه الدول من الداخل ايه ولكن رأس هذه الدول من؟ سعودية هم يحقدون الى السعودية اكثر من غيرهم ولو السعودية ما تحركت ضد اليمن الان كان مكة والمدينة لا سمح هذا ضد ايران وهم من مخططاتهم دكتور عبد الرحيم كان هناك دولة طالبان نشأت على زعم ايران دولة وهبية هم ما يفرقون بين حنفي وشافي ومالكي وحنبلي مقلد غير مقلد نعم طيب لكن يعرفون كيف يخططونه لهم تاريخ طويل عريض في ايجاد الفتن